ازاي ايكم عاملين ايه ربكم بخير وفي احسن حال النهاردة جايلكم فيديو جديد وفيديو كده مشجع كده الروتين حلو جدا كده وهتقوم بتتنشطي لما تشوفين ان شاء الله يسبت الكل ويلا انا بقى نبتدي مع بعض كده الروتين بتاعنا الحلو جدا طبعا الجنينة جات لي وقمت كلت القوضة دي اتأكل كده النهاردة وكان لازمان ان انا ان شاء الله خلاصها في الوقت ده عشان بعد كده الامتحانات هتشتغل وعيالي هيستلموا القوضة دي مش هيصبوها فقلت بقى اتخلص منها كده وهما مش موجودين استغلت الفرصة وعايز اقول لكم ان يخطوكوا ايما من الساعة 9 الصبح وما ادراكي ما ادراكي الحمس خدني والنشاط وقع واشك حدت دليل ازال فبقك وجرى بيتها فوف محدش يوقفني يبقى من قدامي فقلت خلاص بقى انا وديت كوكة الحضانة في اليوم ده اليوم ده كان في حضانة فالمهم هو وديت كوكة اعرفش الفيديو هينزل لكم امتى بقى احتمال يوم اجازة عشان ما حدش قول لله اويتش بتوديها في اليوم ده وفا فالفيديو بيبقى متسجل قبلها بيومين ولا حاجة يا جماعة لو في نفس اليوم هقول لكم المهم في اليوم ده كان الحمس واخدني وقمت بقى قلت خلاص لما قمت بادري ما جاليش نوم تاني خليت زياد هو لنزلها الحضانة وانا رحت جبتها فزبطتها كده وعملت لها بقى الاكل بتاعها وديتها المية ويلا بيتها كوكة نصرفي من وشي عبال ما شوف انا هعمل ايه فبصي شوف افاق هتعمل ايه النهار ده فالمهم قلت بقى ايه انا الشقة كلها جو حر وبقى من الشقة كلها عايزة بقى ان ايه امسحها كده وديها تنظيفة كده حلوة واشيل الحاجات اللي انا كنت حطوها في الايد اللي هو ايه بقى الحاجات اللي في الارض انا يعني عايزة انكزها بقى قلت ايه انتو عارفين انا كنت فرشة هنا في الاودة اللي هو بديل السجاد افاق ايدي بيتغسل في الغسطيلة بس ما شغلش عليه العصر لايه ما بقى عامله على ايدي فانا قلت خلاص انا اجرب بعمله في الغسطيلة اه هو ما شغلش عليه العصر والكلام ده كله وطبعا عايزة اشيل برضو السجاد اللي برا السجاد اللي برا والله نضيف فعايزة انكزه برضك قبل ما اتدبس فيه لأ انكزه ايه انا عايزة انكز نفسنا قبل ما اتدبس فيه واخسله انا عايزة نوفضه كده زي ما انتم قلتولي وقلتولي شرية وفق نضيف ما تخسرهوش ففعلا انا قلت انا هعمل كده المهم هنا بقى ايه البيت تخطوكه كده بتحضر الفطار بتاحها فلما بكون بفطل لوحدي غلبانة وتحسوا ان انا غلبانة كده حمرت شوية بطاطس كنت ايما مليش نفسي في اليوم ده حقيقي بجد عشان ايما بدري وانا مش متعودة ان انا افطر بدري خالص يعني فقلت خلاص انا هعمل ساندودش جبنة كده ببيد عشان انا بحب البيد وجبنة مع بعض وعملت شوية بطاطس كده محمرين وبزودت بردك شوية بطاطس شان كوكا ولا حاجة تيجي تفطر برضو لاني ما بتاكلش في الحضانة عيدلي يعني ففطرت كده والحمد لله احمدك واشكرك يا رب عارف تصور معيكو المقطع ده بعد كده عملت لي كوباية قهوة بلبن وكنت يعني عايزي تصورها معيكو بس للأسف الكهرباء قالتلي لأ معلش مش تصوري النهار ده معيه ازا كان عجبي فقولت لها خلاص حاضر ماشي لقيت لكو الكهرباء قطعت فالمهم خلصت وانزلت بقى جبت كوكا ولاقيت الميز بقى كانت بترسم لهم وكده بصوا هنا يعني هي طالعة معيطة ما معرفش مالها مش عابها في ايه اه عشان شخطي فيها سايتها بولها يا كوكا انت يعني مش قصد ان انا اش خد فيها بفتح الاكل بلاقوا انت كل يوم تروحي وتيجي بالاكل لكن ده زي ما انت راحت آآ وزار نشتغل يعني بتتلكك عارفين اللي بتدوسه عالزرار تشتغل فبالله انا الحيط اقول لك حاجة انا حتى مزععت الكيش والله فكنت بوريكم الرسمة بقى للميز كانت رسمها لها وكنت هصور مع الميز في اليوم ده بس هي وقيت لنا ورخمت فاخدتها وطلعت يعني الميز قالت لي نصير في انت وهي عشان كده وطلع خلاص ميشي مرة تانية بقى وكده ببالله تعالي هصور مع الميز كنت عايزة صور لكم الميز بقى وهي بترسم للاطفال وكده في اليوم ده وكانوا واقفين فرحانين جدا بس بنتي ام ويق ديت فقعدت تأوق فاخدتها وطلعت قلت بلاش اوجع دمخها حرامي يعني الميز هي انا وقصها كندة وامو كندة كمان فقوقت وقلت لأ اطلع بعد المشارع يتفرج علينا من كندة اللي ما عندهاش ريحة الدم طلعت بقى يعني رسم وقلت كوكا وانت ليه مكلتيش لقيت لكم السرينة اشتغلت لما بلحاش اقول لها بمن لما تأوق نكادية سم مزاجها مزاجها تكون فرفوشة ونعنوشة زي امها ومزاجها تكون نكادية دخلت بقى ايه للأسف يعني هو للأسف مع مزاجي بقى اللي قال لي كده مبارح انا قلت والله العظيم ما انا غسلة والله واحلف عشان ما عطش غسل في الغسلة بعد ما احلف فما غسلتش فللأسف للأسف يعني العند اللي انا عملته في نفسي مبارح طلع علي النهار ده فالمهم آآ لقيت عندي بقى غسل كتير وطبعا كين ده كان فيه كزا غيار عشان بتغير كتير طبعا عشان الحضانة والكلام ده آآ ودخلت كميا على القوضة بتاعتهم هتشوفوا خرجت منها حالات قد كده تتغسل فاكونت على نفسي آآ يعني زودت المبلة طين كده زي ما بيقول ما كنتش غسلت مبارح بطالع عندي في نفسك ما اعمل يا جماعة بيجي لي وقت بازهق والله ما انا بني ادماية صح ولا ايه انا بني ادماية فاقولي والله ما انا غسل النهار انا زهقت انا كل يوم اغسل رحموني بقى لتغسلة نفسها على حس انها بتشتكي فحطيت دورة الغسل كده ايه بتاعت الملابس في الغسل وطبعا اللي انا كنت بعمله معاكم بالصابون ده ده الصابون اللي اصفر كنت مثلا لو فيه بوع ولا حاجة بادعكها بقوم حطها تاني الملابس في الغسل تطلع زي الفل معي دخلت بقى على القوضة ديت انا ايه عارفة ان اليوموني الجايين يوموني امتحانات ان شاء الله فانا عندي طبعا اعدادية فهيبتدوا بقى كلهم ايه هنا يعودوا هنا فحليني لما عرف ايه ارواء القوضة ديت تاني فقلت خلاص انا كده كده عايزة اشيل بديل السجاد اللي في الارض ده اللي انا فرشان مني العيد معاكم عايزة اخسره كده واشيله وحط بقى ايه المشايات اللي هي بتاعت القوضة وكده الغيار التاني يعني عمتا فقررت النهاردة اني انا اقتحم القوضة ديت وهم مش موجودين كده بعد ما جبت كوكة من الحضانة عادت بقى سايستها برا وقلت لها كل الحاجات اللي انت مكلتاش بقى ايه في الحضانة ديت ما بديها الحاجة بتندمج مع اللعب ومش عارف ايه ما العيال وما بتقولش حاجة وطبعا الميس بتقول لها طلعي وكلي بس كده زنانة والميس مش عايزة تزعلها اه والله يعني انا ميس سامية عايزة اشكرها من هنا للسنين الجاي عاملة خطر ليا والله انا بنتي متعبة متعبة انا بعترف لكم لسه كنت بقول لها بص يا ميس يعني انت يعني من عمر زياد واحنا مع بعض يعني ربنا يديها الصحة يا رب ويبرك في صحيتها ويخلىها لعيالها بقول لها ما فيش حد هيخسرنا بعض الا كندة ما جبت هالك انا عسى ان انا هخسرك هانت تتحك كندة مقوئة دي المزاجة هتتحك والدنيا فرفوشة المزاجة هتعيط وتنكد على الدنيا بين اللي فيها المجمي بقى ايه قلت تخش على القوضة دي اتشالله بيتش وفاق تشجع وتنشط يا بيتش ونشطي حبيبك كده وكده اهو ويمسكت بقى كل الحاجات اللي في الارض ديت اهو طبعا كل اللي بشيله ده اعجم بالغسيل يالله يالله يبتشفوف اهو وبصوا بقى احلى حاجة احلى حاجة كل مرة هقول لكم كده مبسوطة قويس انا مبهورة من نفس يا جماعة مش بصدق ان انا بيت اصحاب ادرياني فكنت بخلصوا القوضة ديت مش هتصدقوا يعني الساعة تلاتة كده المفروض انه كنت ببتدي شغلي في الوقت ده لا انا كنت مخلصة خلص انا كنت مخلصة كل اللي ورواي يعني وكنت مبسوطة من نفسي قوي يعني انا مبسوطة من نفس يا جماعة لي من دول ومش بصدقها نفسي فالصحاب ادري ده بيديك فرصة تعملي حاجات كتير جدا ويبقى عندك وقت الحاجات يا ما فربنا يعينا يا ربي ويقوينا كده ويدينا الصحة ونعمل كل حاجة فقلت بقى ايه اخلص النهاردة من القودة دي عشان لسه عندي بقية الشقة عايزة برضك ايه اخرج زي ما قلتلك هنوضفها وكده واشيل السجاد يعني بص يا جابعة انا يعني عايزة اشيل السجاد والله انوضفه تنظيفه حلوة بالمكناس اوهشيله زي ما انتو قلتلي عشان فعلا هو ما تبهدلش ولا حاجة في نفس الوقت ضميري مستميح لي اعمل كده فبس انا بتلكك بتلكك والله مش عايزة اعمله لاني ايضايا بتوجعني من فربنا يهديني ما شوف انا هعمل ايه هو زي الفل لاني كنا لما بنيجي نقض بنحط بتاع دوات اللي هي الحافظة ديت فعلى طول ما حافظة عليه فهشوف ربنا يهديني وما تجنينش فعالي وعمله يعني المهم بقى كناست القودة كانت حلوة وخليتها زي الفل وطلعت اي طرابة فيها وكده وطبعا النهار ده يعني النهار ده ايه اللي بص بيبقى اليوم يعني بيبقى الفيديو يا جماعة متصور كام يوم بس انا ساعتها يعني انسوا وابدل اقول النهار ده نبلكوا الصراحة المهم في اليوم ده انا آآ كنت عايزة اخلص من القودة ديت اول حاجة زي ما قلتلكم عشان العيلة هيجي وعودوا في يوم عشان الدروس والكلام ده كله في نفس الوقت انا بفكر كل شوية اقولها الكوبات اتباح الفراخ يعني عايزة اتباح الفراخ فعايزة البلكونة في يوم كده يعني وضبها توضيبة حلمة من ايدي كده يعني خلاها فلها فلها بس انا ما نشوف هنعمل ايه في الفراخ دي ات الاول فبس تشوف وفاعة تعمل ايه اليوم انك جايين ان شاء الله اه يا انا فعايزة اخلص منهم بصة جماعة هم مش بيدين للحم انا عمالة قلدة بيكبروا وفرحانة بيقول تانيه ما عمالين يملوا ريش يملوا ريش هي ايه يا نقصة هي نقصة فخلاص يعني زي ما قلتلكم ايه في الجهات اللي عدت واجعت دماغكم موضوع الفراخ بس انتو بتسألوا انت عمالين تقولولي يا فاتت بحاقمت عشان كده انا بجاوب عليكم يعني فانا قررت خلاص يتخلص منهم وهم اقدنوا الديوك اصومة ترات ديوك هم اقدنوا بقالهم اياه قالهم كام يوم بيقدنوا اصلا وتفاجئنا وكنا فرحانين بيهم بس ايه الفرحة ما كملتش يعني هم مش هيكملوا معي كفا كده ايه المهم بقى اللهم اصلا على النبي يا رب اجبت بقى المشايات ديت انا كنت غسلها من امتى بقى لها كتير اوي غسلها وشايلها زي الفل روحت بقى يلاقيه لما طلحها كده وفرفش ونعنش القوضة كده بيها اهي بحب اللون بتاعهم اوه على قد كده غسلونهم بردك فاتح يعني كل الالوانات الفاتحة ديت بتطلع عينينا احنا في الغسيل يعني المهم بقى ايه اول بص ما جيتها جنب اللعب تلاقي كوكا ظهرت اول ما يجي جنب اللعب بتاعتها كوكا تظهر على طول ما انتو عارفين تبقى وفالي زي الحرس كده على اللعبة كنت هشيلها تدع لحد اهو عايزة تتبس يا ناس كل شوية ولا عايزة تتبس يا جميل عما انا موقي فيها لما خدوتها تعبت يا قلب امها من ايه اللعب المهم بقى ايه اخسليلي وش اخسليلي وش قالت لها لما انت فرحانة بالرسمة قالت لها خسليلي وش ده غلط غسلت لها وشها وروحت حطالها كريم كده وروحت ايه من الضفئولها تاني بمنديل هو بتشل بسهولة يعني هدية بقى قالت لها لما انتو كنت فرحانة اصلا لما كنا في الجنينة هي كانت عايزة ترسم وشها كده بس انا مرضيتش انا خفت يعني قلت حاجة تيجي على عينيها ولا حاجة ترسمي لما روحت لقيت الميستر اسمالها الجاية من الزقهانة ومش عارف ايه وهي بتقول لي ده انا عملت لها ايه اول واحدة بيت ما عنداش زوق الشلعة لاماها كده فرفوشها ونعنوشها ومهم اه جيت بقى هنا وروحت بقى ايه لما امسك بقى ايه اللي بتاع ديها المخدات بقى والخددية كلهم كده ألبسهم وبعد كده نبتدي نعمل السرير مع بعض وخلويس على كده طبعا بقى اليومين الجايين انتوا عارفين لما بيكون عندي امتحانات ما بشيلش ولا حط وتلاقيني رشقة في المطبخ وبس بقى اصيب لهم الشقة بقى لحد ما يخلصوا وتلاقيني طال عجري في الشقة بقى محدش يحشني بقى مش عايز اعمل حاجات كتير طول ما هم في الامتحانات لاني بيناموا شوية يقوموا راجعوا شوية فبقى محترمة نفسي يعني ومحترميهم اقول العمالة مش هتخلص يعني ومش هتمشي يعني العمالة هي موجودة معنا على طول وورانا يعني يبقى وورانا وقت بس المهم امتحاناتهم بس تخلص كده ايه على خير المهم بقى اللهم صلى على النبي يا رب يجبت الملايات ديت طبعا بقى الملايات وحشتنا بقى في الشتة واحلى حاجة ان انا بحطش ملايات في الشتة خالص انا بشيلهم واجي بقى في الصيف تحس ان هم ايه وجودات كده في حاجة جديدة بقى لك كتير ما شفتهمش فبيبقوا حلوين بقى انا في الشتة انتوا عارفين بحط كاس المخدات بس وبفرش الدفايات على السرير فطول الشتة مريحها الملايات ديت احسن حاجة والله كتير منكو قالولي يا وفاة عملنا زيك شفتي شفتي بيت دكتور دكتورة مش ادري اقول لكم يعني ايه اللي جابت دكتورة في كده مش عارف معلين انا متركزش انا متهيسش من انا بقى ايه اه جاءت كده للسرير التاني وقلت ابتدي برضو ان انا في رشو اهو حطت بقى الملايات اعز اقول لكم الشقة بتاعتي كلها مليانة دبان الزبابة بنت المجنونة مجننيني فانا عايز ارشها كلها هنا بقى اللهم صال على النبي اه زبطت برضو السرير كده طبعا انا خدت كمان ال اسمه استتاير خدت استاير بتاعة القودة دي برضو كده اخسلها وقلت احطي استاير تانية عشان برضو بقى لها فترة فما يصاحش كده ما يصاحش الناس تقول علينا ايه لازم ان ننظف كده ونوضف كده اول بقول البتاع الجلانس ده بمعطر كده لقيته ريحته جميلة فانا اصلا كنت اجابه اللهم وغدا بالي ان هو اصلا في معطر يعني هو كل الجلانس عمتا بيان عليك ان باكله في معطر عمتا فاختكو في غايبوه باي حتى فيديو المشتريات المرة دي انا غلطت فيه كتير يعني كنت بغلط في الاسعار كتير بسبب ان انا كنت بسجل الفيديو انا مش بركزة كويس فمش هتكلم يعني على بعض من الكومنتات يعني كبرت دماغي كبرت دماغي انا بقيت بدأت اكبر يا جمع بدأت اكبر انا كنت صغيرة شوية ليموني اللي عنده بدأت اكبر وكبر دماغي يعني اصلا لما يكون مثلا اي لسعر حاجة باين اني مش صح السعر انا قلت اكيد اتلغبط اكيد لا تلاقي بقى اللي يخش يرازيك بقى ويعلمك تعملي ما باين يا جماعة عادي كلنا بنتلغبط يعني فعيبي ان انا ما كنتش مسجلة الفيديو ساعتها وانا مركزة كنت تعبينة بس هنقول لي مين هنقول لي فيه ناس بترحم وفيه ناس ما بترحمش باين عنكم اوالله فعيش مكملين برضو احنا مكملين ما عايش عندنا دم فيش الدم بعيني خلاص ما بقاش موجود ما بقاش موجود خلص انسي تخش اليوتيوب بقي دمك ما يبقاش عندك دم فكبرت دماغي كبرت دماغي امسح في الكومنتات العبيطة وخلاص ريحت بغي كابنتي خلاص فيه ناس بمنتهى الزوء كده فهمت ان انا عايدة لغبطت وضحكت وعادي عدي او فيه ناس لا انا اعمل عليك الدكاترة كده وكده وميعرفوش ان انا بيت وفاق المتقلقة جدا للدكتورة في كل حاجة المشهورة قوي مش عارفين ام مش عارفين بص بقى انا كنت بخطط للفراخ تمام فعملت ايه قلت هنشر برا عشان لو دبحت الفراخ انا كل يوم التانية اقولها هتباحهم ما عارفش قلبي مش متواني ليه فقلت خلاص انا هنشر برا عشان لو اتخلصت بينهم انسك ببلكونة كده بمية وصابون وهدعك هدعك محترم رغم والله ان انا يعني ما كنت استكتة انا ما كنت استكتة انا ليل ونهارا مسح فيها بسببهم يعني المهم بقى هنا دورة الغسيل اللي انا حطيتها معاكم في الغسيلة واحلى حاجة ان انا خلصت ايه في اليوم ده من الغسيلة الاول عشان ده اهم شيء يعني غيارات العيال ديت اهم شيء شفت بقى يوم واحد بس يوم واحد ما تغسليش تاني يوم تلاقي معركة عندك تقولي ايه تقولي يا ريتني ما كنت عملت كده في نفسي فربنا يعينا ويقوينا يا رب والله انا بحب اعمل عادي بس ايه زي اي واحدة فيك وبيجي علي وقت بازهق بمل هتنرفز على شوية موعين او والله تلاقي دماغي كده هتنرفز على شوية غسيل والله ما انا غسل النهار او كل يوم كده انا اه كده او بعد اه كده تلاقي الزرزرة زي كندة كده اشتغلت او ام ساي بل في ايدي بس وصاعة تطلحهم في العيال وتلاقوا جيتة خارج عليهم فقولت براش اخد العيال اطلحهم في الغسيل ركنت باع الغسيل ودي النتيجة هي ايه على دماغي برضو انا طبعا خصصتي في اليوم ده جزء بسيط كده في الشقة اول تاخدوا وانا بحب المكون الجننة هتقوم على الشقة كلها مصحة بجزقها كده فعملت معيكو القوضة بتاعت ايالي وكمان غسلت الغسيل ده وبرده قلت اممسك السلم بالمرة خليه زي الفل عشان انتو عارفين انا ما بقدرش اسكت على السلم يعني الاقي شوية تراب اه على طولة جيب الاسلحة بتاعتي واطل عجري اه والله ماشيتك اه اه فرشيتك جروفك اه شرشبتك ويلا حلوة شرشبتك دي اش حافة جات كده معي والله وغسلنا الغسيلة هو والدنيا فل اه شمعة من وراء والله زي ما بقول لكم كده ايه رأيكم بقى خلينا القوضة امر امر عبالي الصلاة انا بص الصلاة عايزي تشال منحها كتير اه بس قلت اخد هدنا يوم كده يعني خد هدنا يوم خد هدنا كم ساعة كده يعني اهو جدعة بتفوف شرط الغسيل كله وطبعا كان فيه لستة بقية الملايات والكبرتيات بتاعت القوضة بتاعت العيال واخده بقى وراء بعد وراء بعد عشان اخلص مرجعش تاني اقول لا استنى لا مش عارف ايه واكلم نفسي بعد كده خرجتي بقى بصه عشان اليوم ده بقول لكم انت بصور بدري بص الشمس بقى قدام الباب جميلة ازاي هنا بقى اليومين اللي عدوا انا طبعا كنت مبهدل انا السلم اللي واقع اركن عيش هنا اهو اركن عيش هنا كده نشفه عشان الفراخ يعني العيش اللي يبوز عندي اركنه انا شفه هنا كده عشان الفراخ فرجعت بقى قلت ايه خلاص اه شلته بقى وكده كان فاضل كاميرا غيف حاطتهم في شنطة وعلقتهم وقلت انا ممسك بردك ايه السلم بص الترابة عامل ازاي فما كانش ضميري هيسمح لي ان انا سيبه يعني طبعا هتقول لي يا وفا مش انت قلت السلم الخشب ده هتنزلي تحت او الله ابني مش راضي يسمع كلامي وينزل وبيقول لي اماما هقعد اخبط في البيبان انا مش هعرف زي بابا فلما بقى ايه يحليني تامر ينزله لي يكون استؤخرين اه والله زي مبالكو كده اما بطلب من جزء حاجة هو مش فضيلي زي مبالكو فحليني لما بيفضل يعني فما حدش هينفع ينزله الا تامر لان هو سلم عامل زي الدهية كده لا انا مقدرش ان انا شيله وابني عشان ينزل بها يعود يخبط به في البيبان يعني هيخلي الجران كلها تطلع بسبب السلم ينمون بخليت السلم زي الفل لهو كانستو وبعد كده يلا شوية مية بقى بشوية فنيك وفنيك اختوكولي وين دول بتغسل وتمسح بالفنيك فاضل اشربه على الريق مش عارف نفسي رايحة للفينيك بطريقة اكني نفسي رايحة لشوية شرب رايحة جاية لمع بالفينيك اه والله شفتي كلمة فينيك دي مش هتسمع في حتة تانية اولا انا مش عارف انا ميل اه والله عايز اشم في الفينيك للونهار ايه ده انا بتوح ام ولا فيها ايه بالزبط انا مش طبع ايه زي بيجي وقت عليها يقول لكم ايه انا عايزة طول ما انا بنضف اشم ريحة الديتول طالعة من الشاعة لا ايه رايحة للفينيك المهم بقى ايه مساحة السلم كده وفحفحت البيت كله بالفينيك يا اختي زي ما بيقول لك كده البيت رجعت ايام زمان اما ليه الفينيك ده بيفكرني بايام ستة الله يا رحمة كان بس تتجنل لو ما شافتش زاست الفينيك قدامها في المطبخ اه والله العظيم فالفينيك ده كان اثري بالنسبة لنا الديتول ده حاجة جديدة ده بتاع العصر بتاعنا فالفينيك على ايام زمان على ايام ستة المهم ستة كوكا صحية من النوم وانا كان نفسي اكمل الفيديو وهي نايمة صحية بمقوئ مقوئ صحية المهم خلصت بقى السلم وخليته زي الفل بالفينيك انتم ما تشوفوا الفينيك هتفتكروني بسه امر امر يا ناس قدام بابي كده بيشوفوا يرف ايه بيت شوفوا دخلة بلكونة تعملي ايه تاني انا كامل غسي لله كامل ما اتطولي بالك معي كده وانخلص الفيديو مع بعض واننشط بعض فالميلايات بقى كانت خلصت فقلت يلا بيت شوفوا يلا طبعا انا عايز للكو السطرة ديت انا شلتها بس ايه بعد ما خلصت الغسير عشان الجران اللي كانوا قدامي ايه كنت هكشفهم برضك ايه لو شلت السطرة اويا انا شلتها ورجعت حطتها تاني اه عشان التصوير يعني نساعدة براحتها تلاقي نفسها في الجوب منتشرة ووفا بتمسح بالفينيك لا المهم يا اختي ايه خلصت الغسير وخلته زي الفل وده كان فيديو بسيط كده وطبعا عادة استنى كومنتات بتاعتكم الامر تولي ايه رائيك في الفيديو عشان اه لو لو الفينيك مش عاقبك نغيره يعني اه خلصت بقى ايه هنا بقول للسطرة ما تتهدي تهدي خيالتين تعدي الجو كان حلو في اليوم ده والهواء كان ايه بقى ما شاء الله ما خدش حاجة للغسيل ده على على الحبل والله وطبعا بقى فاضل كان فاضل ساعتها بديل السجاج بستخسله وخلصت كل الحاجة اللي انا ايه خرجتها من من القودة دي تقول لكم عالف سلامة وانتظروا ان شاء الله فيديو جديد اشتركوا في القناة